صف لنا الأوضاع في ذيقار خصوصا بعد التهاب الأسعار داخل الأسواق والتأكيد الناس مقبلون على شهر رمضان المبارك نعم إليك راسم نعم مساء الخير لك زميلي علاء والنادين الرسان حياكم الله منذ ثلاثة أعوام ومحافظة ذيقار هي مستمرة بثورتها ضد الظلم وضد الفساد وضد الفقر يطالبون بإسقاط المنظومة السياسية التي عاثت بالبلد فسادا زميلي منذ عام كامل ارتفاع سعر الدولار والمواد الغذائية هي نوعا ما مستقرها لكن بهذا الوقت ارتفعت إلى أسعار مخيفة بالنسبة لبطل الزيت أو الرز أو السكر للأسف الشديد يعني اليوم نعول على الحكومة المركزية أو القوات الأمنية بعدم محاسبة التجار الذين يتلاعبون بهذه الأسعار ولماذا هذا الصمت من قبل الحكومة محافظة ذيقار حراكها دائم ومستمر ضد الطبقة الفاسدة هذا يعني قبل يوم أو يومين هناك تحشيد لتظاهرة كبرى في محافظة ذيقار للمطالبة بانخفاض سعر الدولار والمواد الغذائية كما تعلم صديقي أن محافظة ذيقار هي لديها شباب الكثير من الشباب العاطلين زميل راسم هل سيخرج أبناء ذيقار أفن منك أن أبناء ذيقار سيخرجون بتظاهرة لربما يحشدون لهذا الأمر قد يكون يوم الجمعة كما اعتدنا على ذلك هل هذا متوقع؟ زميل على اليوم خرج التظاهرة يعني توجهوا إلى مخازن المواد الغذائية في محافظة الذيقار وكان انذار شديد من قبل المتظاهرين وكان على ما أعتقد أن وكيل وزير التجارة هنا متواجد في محافظة الذيقار ونقلوا له رسالة أن هذه المواد الغذائية هي من حصة الشعب وأنتم غير جادين بتوزيع المواد الغذائية طبيعة الارتفاع في الأسواق أنت تتحدث عن ارتفاع لبعض السلع الغذائية طيب هذه السلع مستوردة أو ليس كذلك؟ يعني المواطن ممتعد من ارتفاع الأسعار المستوردة طيب المنتج المحلي هل هناك حلول تلوح بالأفق من الحكومة المحلية في ذيقار طبعا؟ على سبق ما تكلمت إليك أن السبب الرئيسي هو الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية على التجار وعدم التلاعب بالأسعار المواد الغذائية يعني هي المواد الغذائية يعني من قديم الزمان هو العراقي يستورد أغلب المواد الغذائية وبالأخص أن العامين الماضيين أنه شهد العراق يعني جفاف في الأنهر واحتباس الأجواء وعدم المطر يعني وإقل لدينا محصول الحنطة والشعير وبعض المحافظات العراقية تنتج الأمر الذي وقع بظلالها على الوطن يعني أفهم منك مرة أخرى أفهم منك مرة أخرى بأن المشكلة هي ليست مشكلة ارتفاع أسعار بسبب الأزمة التي يشهدها العالم الحرب الروسية الوكرانية ولكن بسبب المضاربين وبسبب المحتكرين وضعاف النفوس هم الذين أقدموا على هذه الفعلة نعم على يعني ارتفع سعر الدولار إلى أرقام قياسية ومواد الغذائية على مدار عام أو عامين لم تختلف القضية بارتفاع سعر الدولار والمواد الغذائية كانت متوفرة من قبل وزارة التجارة لماذا هذا العام أو العامين الماضيين لم تنتظم توزيع المواد الغذائية ولماذا بهذا الوقت بالذات ونحن مقبلون على شهر رمضان الفقير أين يذهب والفقير يعني من أين يأتي بالمواد الغذائية طيب نكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك راسم كريم وراسلنا في ذيقار كنت معنا في الرئيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر